قال المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه تم حجز جميع الوحدات التي تم طرحها بالمرحلة الثانية للوحدات كاملة التشتيب والمرافقة بالمنطقة الاستثمارية الصناعية ببنها وميدغمرة وأكد عبدالوهاب أن الإقبال الكثيف على الاستثمار بالمناطق الاستثمارية دليل على نجاح تلك المنظومة الاستثمارية مشيرا إلى حجز جميع الوحدات قبل انتهاء المهلة المسموح فيها بتقديم المستثمرين لحجز الوحدات